تلميذ سنة الثالثة ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطبعة وإعادة حله لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم من جالي إذا نبدأ في حال الاختبار معا التمرين الأول اكتب الأعداد الآتية بالحروف والأرقام أعداد المكتوبة بالأرقام نكتبها بالحروف والمكتوبة بالحروف نكتبها بالأرقام إذا نبدأ بالعدد الأول الفان وتسعمائة وثمانية وخمسون نبدأ الأول الفان وتسعمائة وتمانية وخمسون وتسعمائة وثمانية وخمسون لعدد التاني تسعة ألفين تسعة ألفين ألفين لجد ميات وستون عدد التالي أربعة من عين دائما منزلة الألف أربعة ألاف تسعمائة وثمانية تسعمائة وثمانية ألفان وتسعمائة وثمانية وخمسون تسعة ألاف وستون أربعة ألاف وثلاثمائة وثمانية لدينا بالحرف ثمانيت ألاف وشتمائة وواحد ألاف ثمانية آلاف نونجة نقاط وشتمائة وواحد ألف تسعمائة وثمانية تمانية آلاف وستمائة وواحد وتسع ألف وتسع مائة وأربعة وخمس نتقي إلى ثمين ثاني أكتب المجامعة التالية على شكل جداء إذا لدينا مجامعة نكتب على شكل جداء شكل ضق إذن 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 8 زائد 6 زائد 1 2 2 3 4 5 target 6 زائد 5 على شكل جداء يقوم الص 뒤에 نفس الطريقة Crocate 9 1 2 3 9 تقرير 3 مرات 5 ضرب 1 2 3 4 6 ضرب 5 تشوي 30 نفس الجمع نفس النتيجة لو عملنا عملية الجمع 3 ضرب 2 تشوي 6 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 تشوي 5 ضرب 4 تشوي 20 و 9 ضرب 3 تشوي 27 نضع إلى الثامن الثالث أكمل الجدول التالي لدينا العدد ضعفهم 4 نبحث عن ضعف العدد 4 نبحث عن ضعف العدد 14 ضعف 57 و ضعف 500 من أجل إيجاد الضعف نضرب العدد أحسنتم في 2 إذن 4 ضعفها هي 4 ضعف 2 تشوي أحسنتم 8 4 ضعفه 8 14 نفس الشيء نضربه في 2 2 ضعف 2 ضعف 4 نضربه في 4 ثم نضربه في الواحد 2 ضعف 4 أحسنتم 8 2 ضعف 1 ضعف 2 إذن شوي 8 و 10 ضعف 14 هو 8 و 20 نفس الشيء 7 و 50 للإيجاد الضعف نضربه في 2 دائما الضعف 2 نضربه في 7 أحسنتم 2 ضعف 7 و 14 نكتب العدد 4 و نحتفله بالعشرة ثم 2 ضعف 5 10 مع الواحد أحسنتم 11 3 ضعف 57 هو 114 العدد الرابع 500 ضعفه هو أحسنتم 1000 يمكن إجاء العملية 500 ضعف 2 دائما الـ 2 2 ضعف 0 0 2 ضعف 0 أحسنتم 0 2 ضعف 5 جيد 10 إذن وجدنا هو 1000 العدد لإيجاد الضعفه نضربه في 2 ضعف 4 و 8 ضعف 14 و 28 ضعف 7 و 514 ضعف 500 هو 1000 ننتقل إلى الوضعية الإدماجية بمناسبة عيد الرابع اشترت الأم 2 كيلوغام من الغرس لصناعة حلويات الرابع بسعر 70 دينار للكيلوغام الواحد سؤال أول كم دفعت للبقاء؟ أخذت معها إلى السوق 1080 دينار سؤال ثاني كم بقي عندها؟ قسمت المبلغ المتبقي إلى نصفين لتوزعه على بناتيها سؤال ثالث كم أخذت كل بنتين؟ إلى النحو الوضعية بمناسبة عيد الرابع اشترت الأم 2 كيلوغام من الغرس لصناعة حلوية الرابع بسعر 70 دينار للكيلوغام الواحد كيلوغام واحد فقط 70 دينار هي اشترت كم اشترت من كيلوغام؟ أحسنتم اشترت 2 كيلوغام عندما نجد للكيلوغام الواحد عمليات أحسنتم عمليات الضرب لإيجاب مبلغ الكلي إذا دفعت للبقار بما أنها اشترت 2 كيلوغام دفعت 70 ضرب 2 نجري العملية 70 ضرب 2 نجريها عموديا 70 ضرب 2 حلو أن تجواب العمليات 2 نضربه في السفر وفي السفر 2 ضرب سفر 2 ضرب 7 أحسنتم 14 إذا نساوي نجيب عن السؤال كم دفعت للبقار جواب دفعت للبقار بقاري كم دفعت أحسنتم 140 دينا نواصل أخذت معها إلى السوق 1080 دينا أنا كان لديها 1080 دينا سؤال كم بقي عندها كم بقي عمليات أحسنتم عمليات الناقص عمليات الطرح بقي عمليات الطرح إذن كان لديها 1080 8 الغرس هو وجدنا 140 دينا إذن عمليات الطرح 1080 المبلغ الذي كان لديها نطرح منه كم دفعت للبقار 140 دينا نجري عملية عمولية 1080 ناقص 100 دائما بالوحدات 4 نجري سفون ناقص سفون 8 ناقص 4 من 4 ونصار إلى 8 4 5 6 7 8 أو ناقص 1 لا أستطيع سفون 11 وأرجعهم من هنا هنا تصبح 10 10 ناقص 1 من 1 أصعر إلى 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 9 1 ناقص 1 1 1 0 0 إذن وجدنا العمليات الطفح 940 نجيب عن السؤال كم بقي عندها؟ جواب بقي عندها كم بقي عندها؟ أحسنتم 940 دينا قسمت المبلغ المتبقي المبلغ الذي بقي 940 دينا قسمتهم إلى نصفين لتوزعه على بناتها كم أخذت كل بنت إذن كل بنت أخذت النصف البقية لديها 940 لديها بنتين كل بنت أخذت النصف دي كي نجد كم أخذت كل بنت نبحث عن أحسنتم عن النصف إذن نبحث عن نصف أكبر نصف تسعمائة وأكبر نصف تسعمائة وأكبر كم يسوي؟ إذن لإجاد النصف نكتب تسعمائة وأكبر لدينا نصف أكبر نصف أكبر يسوي إثنين نصف ستة يسوي تلاتة نصف تمانية يسوي أكبر نصف أشار يسوي خمسة نصف أتنى عشار يسوي ستة نصف أكبر يسوي 7. نصف 16 يسوي 8. ونصف 18 يسوي 9. هذا يجب أن تحفظ. إذا نبحث عن نصف 9. هل يوجد 9 هنا؟ يوجد نصف 8 هو 4. ونصف 10 هو 5. لا يوجد نصف 9. إذا 9 يسوي 8 زائد 1. يمكن إيجاد نصف 4. يمكن إيجاد نصف 4. نزيدها. ونصف نزيدها. ونصف 14 تصبح. ونصف 0. إذا نصف 8 هي 4. نصف 14 هي 7. ونصف 0 هي 0. وهكذا وجدنا نصف العدد 904. أعيد الشرح. 9 لا يوجد لها نصف. لكن يوجد نصف 8. إذا نكتبها 8 زائد 1. 1 نضيفه إلى العدد الذي قبله. إذا نصبح 8 نصفها 4. هنا كانت 4 صارت 14 نصفها 7. والصف نصفه 0. إذا تحصل على نصف 940 هو 407. نجيب عن السؤال. السؤال هو كم أخذت كل بنتين؟ إجابة. أخذت كل بنتين؟ 970 دينار. نوعية شاح الوضعية. إذا بمناسبة عدة غابية. اشترأت لهم 2 كيلوغام من الغرس. 8 كيلوغام الواحد 70 دينار. كم دفعت للبقال أو كم تمن كل الغرس. 70 عملية الضر. وجدناها 140 دينار. ثم كان التملك 1080 دينار أو كان لديها 1080 دينار. كم بقي عندها؟ بقي عملية الطرح. وجنات 940. قسمت المبلغ المتابقي هذا إلى 2 نصفين لبناتيها. إذا نبحث عن نصف 940. طيقة إيجاد النصف. وجدنا نصف 940 هو 470. إجابة عن السؤال الثالث. أخذت كل بنتين 470 دينار. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.